خلينا نروح بقى لأخبارنا أخبار الفريق النادي الأهلي النهاردة الفريق بيختتم تدريباته قبل السفر لمواجهة غزل المحلة النهاردة فريق الكورة اختتم تدريباته ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للسفر إلى محافظة كفر الشيخ لخوض مباراة فريقه أمام غزل المحلة غدا ضمن منافسات الجولة الستة من مسابقة الدوري الممتاز أدى الفريق ميران صباحي اليوم قبل أن يستقل الحافلة عقب انتهاء تدريبات متجها إلى محافظة كفر الشيخ للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة زي ما حضراتكم عارفين نادي الأهلي بي تصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة في أربع مباريات محققا العلامة الكاملة بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والدخلية وطلائع الجيش كولر بيحاضر اللاعبين وتدريبات بدنية وفنية استعدادا لمواجهة المحلة طبعا كالعادة دايما مثل هذا الخبر بيكون متواجد دائما معنا كولر بيقول للعبين هنلعب ازاي طريقة لعبنا ازاي الفترة اللي جاية الأخطاء اللي كانت موجودة معنا أو اللي كانت عندنا في المباراة السابقة من طلاقة الجيش وأمام قبلها أمام المقولين العرب هنلعب ازاي في مثل هذه المباراة أكيد هو اتفرج على مباراة المحلة بشكل كبير علشان يقدر يتكلم مع اللاعبين على اللي حيحصل بكرة وأكيد أكد على أهمية هذه المباراة وأن هذه المباراة لمواصلة سلسلة الانتصارات يعني عودة علي معلول للنادي الأهلي أعتقد هي حافز كبير جدا لكل اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين تدريبات قوية وبدنية وفنية وتكتيكية لكل اللاعبين ولحراس المرمى دايما اليوم اللي بيبقى قبل المباراة تبقى يعني تبقى الدنيا خفيفة شوية بعض الباصات خمسة على اتنين شوية جاري خفيف على أساس المباراة بكرة ان شاء الله هتكون مباراة صعبة جدا جدا على كلا الفريقين هتقولي على النادي الأهلي مباراة صعبة أيها فندم على النادي الأهلي مباراة صعبة وكل اللاعبين عارفين هذا الكلام الجهاز الفني بالكامل عارف هذا الكلام مارسيل كولر قعد اتفرج على مباراة المحلة في الفترة الأخيرة كل الأربع مباراة وتفرج على السنة اللي فاتت مباراة أكتر لغزل المحلة السنة اللي فاتت علشان في النهاية يستطيع أن يضع التشكيل المناسب لهذه المباراة اللي ان شاء الله نتمنى أن يواصل فيها النادي الأهلي سلسلة انتصاراته خلال الفترة القادمة أيمن أشرف أيضا بينتظم في التدريبات الجماعية بعد عودته من الإصابة كل التوفيق للنجم أيمن أشرف الحقيقة بعد تعريب شكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وشارك أيمن أشرف في التأسيمة الجماعية التي أقيمت اليوم بصورة طبيعية بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي داخل النادي خلال الفترة الماضية عقب الفحوصات الطبية التي أجراها في النمسا وتأكدت جاهزية أيمن للاشتراك في المباريات المقبلة من الناحية الطبية بعد جاهزيته بشكل كامل وزي ما حضرتكم عارفين وكالعادة الرجل بيبقى جاهز من ناحية الطبية يلعب أو ما يلعبش دي بتبقى في إيد المدير الفني أبطال النادي الأهلي أمام حضرتكم إن شاء الله غدا مباراة صعبة ومباراة مهمة إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراة الأهلي أيضا بيكشف آخر الاستعدادات لمباراة المحلة ويعلق التركيز 100% ده كان من خلال الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر الفيسبوك صورة لمران النادي الأهلي الذي سبق الصفر وتركيز 100% يا زي ما حضرتكم شايفين خلي بالحضرتكم مثل هذه المباراة لو تركيزك قال 1% بس بتبقى الأمور صعبة جدا 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 خلي بالحضراتكم من هذا الكلام لازم بكرة كل اللاعبين يكونوا مركزين على أعلى أعلى مستوى مثل هذه المباراة هي خلي بالحضراتكم برضو افتكروا كده السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها أنا مش عايزين نفتكرها ولكن برضو كانت مباراة المحلة وكان الحكم في ذلك الوقت أعتقد أمين عمر ولم يحتسب ركل الجزاء لمحمد هاني ضد نادي غزل المحلة لو تفتكروا في هذه المباراة واتعدلنا في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة وبالتالي دائما مثل هذه المباراة بتكون مباراة سعبة كل التوفيق لكل اللاعب تندي الأهلي احنا في ظهركوا وحنفضل دايما وراكوا وحيفضل دايما جمهور النادي الأهلي والمحرك الرئيسي والأساسي لكل لاعب النادي الأهلي